بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعنا وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وارزقنا علم ينفعنا وزدنا علما واجعله لنا حجة ياد الجلال والإكرام نرحب بجميع الطلاب والطالبات في الصف الثاني ثنوي ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد وقبل أن نبدأ وإياكم بقراءة الآيات من سورة البقرة نأخذ أهداف تدريس القرآن الكريم من أهدافي أولا طلبوا الأجر من الله سبحانه وتعالى وذلك بأن أقرأ المسلم كتاب الله عز وجل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وأيضا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالي من الأخطاء وكذلك تطبيق أحكام التجويد والتلاوة بتدبر وخشون من أداء بتلاوة القرآن الكريم أولا الإخلاص لله عز وجل والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنظافة وذلك باستخدام السواك قبل قراءة كلام الله عز وجل والاستعادة في أول القراءة كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم والبسملة وتكون البسملة في أوائل السور وكذلك تجوز في البسملة في وسط السور لكن ينبغي البسملة لا تقرأ أو لا تقال في بداية سورة التوبة بداية سورة التوبة لا نقرأ البسملة لماذا؟ لأنه جاء أثر في المستدر الحاكم في المستدر الحاكم بسنده أخرج الحاكم بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سأل علي رضي الله تعالى عنه فقال لماذا لم تذكر البسملة فأول براءة فأجاب رضي الله تعالى عنه لأن البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف ولا تلازم بين الأمان والسيف هذا قول أنه لا تجوز البسملة في أول التوبة وكذلك تحسين الصوت من القرآن الكريم والقراءة بتدبر وخشوع والتسبيح عند آيات التنزيه وأيضا سؤال الله عز وجل من فضله عند آيات الوعد كسؤال الله عز وجل الجنة وأيضا الاستعاذ بالله عند آيات الوعيد كالاستعاذ بالله من النار هذه بعض آداب تلاوة القرآن الكريم والذي بغي لكل مسلم ومسلمة يتحلى بها عند قراءة كلام الله عز وجل بعد ذلك قبل أن نقرأ الآيات نرجو من جميع الطلاب والطالبات فتح المصحف والمتابعة معنا حتى نهاية القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس عبا واستكبر وكاد من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم بعد قراءة الآيات نأخذ إياكم في هذه الآيات أهم الكلمات التي يمكن يقع فيها الخطأ من قبل الطلاب والطالبات في قول عز وجل كلمة الكافرين تلاحظوا معي في ألف صغيرة في بعض الكافرين وكذلك في قول الله عز وجل وَقُلْنَا يَا أَذَمُ أُسْكُنْ أَنْتَوْ هنا في قول الله عز وجل ربما يقع الخطأ في قوله وَقُلْنَا يَا أَذَمُ أُسْكُنْ أَنْتَوْ يعني هنا ربما الطالب والطالب يختفي عندما يقرأ أسكن أنت قرأ وَقُلْنَا يَا أَذَمُ أُسْكُنْ أَنْتَوْ وَقُلْنَا يَا أَذَمُ أُسْكُنْ أَنْتَوْ يعني ربما لا يبين أن النون هنا عليه سيكون وَقُلْنَا يَا أَذَمُ وكذلك يَا أَذَمْ هنا كيف قرأته يَا يَا أَذَمْ كتابتها تختلف عن كتابة عندما تكتب بالإيمنا هنا علامات المصحف علامات الوقف أو علامات أو المصحف العثماني كيف يكتب و قلنا يا آدم يا آدم و أيضا في قول الله عز و جل كلمة مما كيف تقرأ مما كان هم اثنان مما كان فيه كان فيه ينتبه إليها مما كان فيه و أيضا في قول الله عز و جل و قلنا و قلنا بطوا بعضكم تلاحظوا معي بعد الوا هنا ألف بعدها مستديرة يعني كانها سكون هذه يعني بعد أن تطيل المد في في كلمة هبطه و إنما الطبيعي قلنا هبطوا بعضكم اهبطوا و قلنا هبطوا بعضكم لا يمد أكثر من حركتين و قلنا هبطوا بعضكم و كذلك في قول الله عز و جل فتلقى آدم من ربي كلمات كيف تقرأ كلمات هناك نتبه الأفل صغيرة كلمات تلقى آدم من ربي طبعا ربما يخطي طالب و طالب هنا فيها تلقى آدم نصبها و فتحها هنا طبعا رواة حفص تلقى آدم من ربي كلمات نتبه آدم من ربي كلمات هذه عباة من كلمات التي يمكن يقع فيها الخطأ من قبل الطلاب و الطالب نأخذ و إياكم بعد ذلك بعض أحكام التجويد بعض أحكام التجويد في قول عز وجل في كلمة أنت لو سألناكم ما نوع هذا الحكم قلنا أنت من يعرف تفضل أحسنت هنا نساكنت بعد التا و التا من حروف الإخفاء الحقيقي إخفاء الحقيقي أنت أنت من أحكام أن نساكن التنوين و أيضا حكم آخر في قول الله عز وجل لبعض عدو و لكم هنا عدو و لكم انتبهي عدو و لكم لو وصلناها طبعا لها صلى الوصل يجوز لك وصلها يترتب عليها حكم ألا و هو من يعرف إدغام إدغام بغنة إدغام بغنة لبعض عدو و لكم إدغام بغنة و أيضا هنا في قول الله عز وجل و متاع إلى حين حكم آخر و متاع إلى حين هنا تنوين من يكمل بعدها الهمزة و الهمزة من حروف الإظهار أي إظهار حلقي و لا شفوي أحسن إظهار حلقي إن الهمزة من حرف الإظهار الحلقي و متاع إلى حين و متاع إلى و الحرف الإظهار الحلقي كم حرف من يعرف تفضل أحسنتم هنا ستة أحرف الهمزة و هلا و العين و الحا و الغين و الخا فجمعها بعض العلماء التجويد في قوله ألا هاجح حكم عما خالي غفلة جمعها الإمام الشاطب رحمه الله ألا هاجح حكم عما خالي غفلة هذه الأوائل الكلمات أوائل الكلمات تلاحظون من ضمنها الهمزة من ضمنها ألا من الهمزة هو متاع إلى نأخذ آخر حكم في الآية الأخيرة في قوله عز وجل كلمات فتابة تلاحظون تنوين أتى بعد الفا والفا من حروف من يكمل الإخفاء الحقيقي إخفاء حقيقي من أحكام النون الساكنة والتنوين كلمات فتاب عليه نكتفي بذكر هذه بعض أحكام النون الساكنة والمين الساكنة نأخذ بعد ذلك وإياكم بعض المدود نذكر بعض المدود من المدود في قوله عز وجل للملائكة طبعاً ما نعهد المد للملائكة ما نعهد المد هل هو مد منفصل ولا مد متصل ولا مد على السكود أيهما أحسنتم مد متصل لأن المد متصل كيف نعرف أنه مد متصل لأن الهمز والمد في كلمة واحدة الهمز والمد في كلمة واحدة ما يمكن أن نفصل هذه الكلمة الملائكة أن المد متصل للملائكة وحكم وجوب المد للملائكة نأخذ مد آخر تقول الله عز وجل فسجدوا إلا لو سألنا كم ما نوع هذا المد هل هو مد منفصل ولا مد متصل أحسنتم مد منفصل لأن الهمز في كلمة والمد في كلمة أخرى فسجدوا إلا مد منفصل لأن الهمز في كلمة والمد في كلمة أخرى يطرق عليه مد منفصل فسجدوا إلا وحكم جواز المد حكم جواز المد لماذا نقول جواز المد لأنه يجوز قصره يجوزه مده طبعا من رواة حفص ع العاصم من طريقة طيبة قصر ومن طريقة شاطبية التوسط فهنا حكم جواز المد حكم جواز المد لو أن أخذ آخر مد في قول آدم كلمة آدم آدم ليس عليها يعني علامة المد إلا طيب لو ما نوع هذا المد هل هو مد مد بدل أم لا مد مفصل أم لا مد متصل أم لا مد على السكون أيهما أحسن مد بدل طيب المد البدل هو أن يتقدم الهمز على المد ومده حركتان قصر حركتان آدم طبعا من رواة حفص ع العاصم حركتان آدم نكتفي بذكر هذه بعض المدود ولهناك مدود أخرى نكتفي بما ذكر ونقرأ الآن الآية مرة أخرى قراءة هو أرجو من الجبيع فتح المصحف والمتابع معي حتى نهاية القراءة نقرأ الآن مرة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم لو سألناكم ما الكلمات التي تلقها آدم من ربه حتى تاب عليه يقول الله فتلقى آدم من رب كلمات ما هي ما هذه الكلمات ذكر بعض المفسرين أن الكلمات التي المذكورة في سورة العراف قال الله عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين هذه الكلمات تلقى آدم من ربه حتى تاب عليه فالمسلم يداوم على هذا الدعاء وهذا الدعاء الذي تلقى آدم من ربه حتى تاب عليه تلقى تلقاه من ربه حتى تاب عليه بعد ذلك نقرأ الآيات رددوا مع الآيات لا نقرأ الآيات نقرأ الآيات مرة أخرى نقرأ الآيات مرة أخرى مع ترديدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الآن انتهينا من من قراءة الآيات مع ترديدها ولو سألناكم هنا هنا في علامات الوقف المصحف الشريف في قول العز وجل كلمة فتاب عليه تلاحظوا معي هنا الجيم هذا الجيم وقف كافي وقف جائز تقف عليه فتاب عليه طيب لو وصل يجوز الوصل يجوز لكن هنا أنا هنا وقف كافي فهنا تم لفظه معناه فتاب عليه وأيضا هنا كلمة ما كان فيه هنا صلى وقف حسن تلقى الوقف حسن و طبعا الوصل يكون الوصل أولى لكن الوقف هنا يجوز وقف عليه وقف حسن وكذا لبعض عدو وقف حسن صلى هذه ما يتعلق بعلامات الوقف في المصحف الشريف وهكذا انتهينا من الآيات من سورة البقرة ونؤكد على الطلاب والطالبات استماع المصحف مرتلة حتى بإذنها تكون تلاوة خالية من الأخطاء في الختام نشكركم على حسن استماعكم ولا درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته